بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ويسرني أن أتحدث إليكم أيها الإخوة والأخوات في موضوع له أهميته الكبيرة ومكانته العظيمة في شريعتنا الإسلامية المباركة بل وفي موقع الإنسانية جميعا وفي واقع الإنسانية جميعها وهذا الموضوع هو في مضمون قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهو ضمن الدورة العلمية الفكرية للعام الهجري الثاني والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام ضمن سلسلة مجالس رمضان شهر تعزيز القيم أي رمضان من جملة وظائفه ورسالته وما تضمنه من خير لهذه الأمة أن يتضمن والفضل لله جل وعلا فهو الذي يجتبي من الأزمنة ما يشاء ويختار من الأزمنة ما يشاء ويفضل من الأزمنة ما يشاء على ما يشاء وهكذا في الأمكنة وهكذا في الأحوال وهكذا في الأشخاص فالأمر له جل وعلا من قبل ومن بعد وهو أعلم حيث يجتبي ويختار جل وعلا فمن ضمن ما تضمنه هذا الشهر المبارك تضمن تعزيز القيم وهذا الموضوع وهذه الدورة العلمية في هذه السلسلة المباركة تتبع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فهي المشرفة على هذا البرنامج والمبتكرة له والداعية إليه والحاثة عليه والقائمة به في فرع من فروعها وهي وكالة الشؤون العلمية الفكرية وتحتها الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال فأقول مستعينا بالله جل وعلا أن هذه الشريعة المباركة أعني الشريعة الإسلامية المباركة والإسلام هو دين الله جل وعلا الذي أرتضاه لجميع خلقه من أولهم إلى آخرهم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فهذه الشريعة المباركة من قيمها ومن مبادئها ومن كلياتها ومن قواعدها الكلية التي لا تنخرم ومن أسسها ومن أسسها ومبانيها ومبانيها وأصولها الكلية القطعية أن الله جل وعلا أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر وهذه المزية وهذا الأصل الكلي وقع لهذه الأمة على وجه الكمال والتمام على أكمل ما يكون وعلى أبيان ما يقع وعلى أوضح منهج وعلى أقوى وعلى أقوى طريقة على أوضح منهج وعلى أقوى طريقة وإن كانت الأمم الماضية روعية فيها هذا الأصل على وجه الجملة لكن لم يكن لها من الكمال والتمام في هذا الأصل مثل ما كان لهذه الأمة أمة الإسلام المباركة التي اجتباها الله واصطفاها واختارها كما اجتبا واصطفا واختار نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه الجملة من الآية المباركة وردت في الآيات التي وردت في التكليف بصيام شهر رمضان والأصل أن التكاليف مبنية على العزيمة الأصل فيها العزيمة وهي بعزائمها من درجة في هذا الأصل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج وقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد جاءت السنة النبوية وهي مفسرة للقرآن الكريم ومؤيدة ومكملة ومتممة ومبينة وموضحة وشارحة ومفسرة ومقيدة ومخصصة لما في القرآن الكريم من الأصول والدلالات والمعاني والإشارات والنصوص والمجملات والكليات والعمومات والمطلقات إلى آخره جاءت السنة النبوية قولا وعملا وتقريرا قولا وعملا وتقريرا جاءت بهذا الأصل الكل القطعي تطبيقا له القرآن يتضمن عادة التأصيل والجانب النظري والجانب التأصيلي والجانب الأصولي أصول الأدلة يعني والسنة تتولى في الغالب الجانب التطبيقي والجانب التطبيقي في السنة يكون بالأقوال ويكون بالأفعال ويكون بالتقرير يكون بالأوصاف والصفات الخلقية والخلقية فهذا الأصل طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بوسطية مقطوع بها عملية تطبيقية وقولية فعلية أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له ولكني أصلي وأنار وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ولكن ينبغي أن يتنبه المسلم إلى أن الشريعة كلها بفرائضها وواجباتها إذا قلنا أن الفرائض أعلى من الواجبات وبحدودها وبتكاليفها وأوامرها ومنهياتها وعزائمها كلها مندرجة في هذا الأصل فليس علينا في التكاليف الشرعية أي حرج ولا ضيق لا حرج ولا ضيق ولا عسر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال الله جل وعلا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة وقال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين وقال صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون وقال وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم واختلافهم على أنبيائهم صلى الله عليه والصلاة والسلام ولكن التكاليف الشرعية جاءت على مقتضى الأحوال العادية بين قوسين الطبيعية أي جاء الصوم فقال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام من معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم تقع للناس والله جل وعلا هو رب الناس وهو إله الناس الذي خلقهم ويعلم أحوالهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فتقع أحوال لبعض الناس تخرجهم عن حد الاعتدال وعن الحد الطبيعي الذي خلق عليه الإنسان وهيئت له الأسباب على مكتظاه فكانت الأسباب على هذا المكتظاه أسبابا طبيعية عادية مهيئة للإنسان أن يكون في حالته العادية الطبيعية التي يستطيع من خلالها أن يقوم بالتكاليف الشرعية فإذا حصل له لأحد الناس أمر خرج به عن هذا الحد فإن الشريعة تراعيه وتأتي أحكام فيها من السعة ورفع الحرج وفيها تناسب وتلاؤم وتوافق مع الحالة الطارئة عليه فإن مرض فهناك أحكام للمرض في الصلاة في الصيام في غيرهما من الأعمال ولهذا جاء في الصيام قبل هذه الجملة من الآية وهي جملة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر جاء فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فجاءت الرخص والرخص في الشريعة باب استثنائي بني على ظروف طارئة استثنائية من مرض وسفر وشيخوخة وعجز وصغر وأنوثة ورق وغير ذلك من الأسباب التي جعلها الله جل وعلا سببا في التخفيف عن المكلف وقد بسطها العلماء في كتبهم إما مفرقة في أبواب الفقه وفي أبواب السنة المرتبة على أبواب الفقه وإما في موطن مجموعة وهي كتب الأشباه والنظائر والكتب التي عنيت بالرخص وعنيت بحكم الشريعة وعنيت باليسر ورفع الحرج في الشريعة فهذه الرخص هي على خلاف الأصل في حياة الإنسان لأن حياة الإنسان الأصل فيها القوة والقدرة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلها فهذا هو الأصل أن الإنسان خلق قادرا خلقه الله جل وعلا قادرا مستطيعا لحمل هذه الشريعة المباركة وللاستخلاف في الأرض ولحمل الرسالات الإلهية والنبوات فقد حملها الرسل عليه الصلاة والسلام باجتباء من الله واختيار واصطفاء وبلغوها إلى أممهم وقام من أراد الله له الخير من هذه الأمم بهذه الرسالات وبهذه التكاليف وهذه الأمة هي خيرها وبرها وأبرها وأصلحها وأوفاها وأكملها وأتمها وهي أمة الخير وأمة العدالة وأمة الوسط وأمة القيام بالشريعة والحمد لله رب العالمين وهذا يشهد له الشرع والواقع والتاريخ فإن هذه الأمة مزكات في النبوات السابقات وفي الكتب السابقة وينبغي أن ينبه إلى أمر أن الرخص على خلاف الأصل وأنها ينبغي أن يترخص بها المسلم متقربا إلى الله جل وعلا شاكرا لله على فضله وعلى سعة رحمته ومثنيا على الله بما هو أهله وحامدا له على فضله سبحانه وتعالى وتيسيره على خلقه ويجب عليه أي المسلم أن يضعها في مواضعها فلا يخرج بها عن مواضعها فإن تجاوز الحد المستقيم وشدد على نفسه دخل في باب الغلو وهو محظور وممنوع شرعا مخالف للصراط المستقيم والمنهج القويم والطريق القويم وإن قصر بالرخص وتوسع فيها وتحلل فيها ما لا يصح أن يحل له خرج بذلك إلى حد الجفاء وإلى حد القصور والتقصير والتفريط وكلا طرفي الأمور ذميم وكلا طرفي القصد ذميم فالشريعة الإسلامية صراط مستقيم لا غلو فيه ولا إفراط ولا جفاء فيه ولا تفريط فالرخص يديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطبيق فكان يسافر وهو صائم لعدم وجود ما يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد وينصح أصحابه بل يأمرهم عند الحاجة والمقتضي أن يفطروا حتى لا يقعوا في الغلو وذي الإفراط فيهلكوا أنفسهم ولهذا جاء في حديث سنده قويم في الجملة ليس من البر الصيام في السفر ولما علم أن أصحابه مستمتسكون بالصيام اقتداء به صلى الله عليه وسلم لأنه صائم وهم مسافرون وهو مسافر أفطر ليبين لهم سعة الشريعة شريب الماء أمامهم ليبين لهم سعة الشريعة وأن التطبيق مبني على اليسر فمن لحقته مشقة بالغة فما جعل الله عليه من حرج ومن كان في يسر من أمره فينبغي أن يأخذ بالعزيمة فيصوم حتى لو سافر وحتى لو كان مريضا إذا كان لم تقع عليه مشقة بالغة تخرجه عن حد الاعتدال هذا وأسأل الله جل وعلا لنا وللمسلمين أجمعين التوفيق والسداد وأن يبارك لنا فيما بقي من أعمارنا وأن يصلح لنا أعمالنا وأن يرزقنا في هذا الشهر المبارك الجد والاجتهاد في الطاعة والأعمال الصالحة وأن يمن علينا بالعفو والعافية وأسأله جل وعلا بهذه المناسبة أن يوفق ولاة أمرنا وقيادتنا الرشيدة خادم الحرم الشريفين وسمو ولي عهده وجميع مرائنا ووزرائنا وجندنا وجيشنا ومجتمعنا وأن يمن على الجميع بالتوفيق والسداد والعفو والعافية وأن يكفينا الله شر الأشرار وأن يرفع عنا البلاء والوباء والأذى وأن يمن علينا وعلى المسلمين بكل خير وهداية وصلاح واستقامة ورشاد وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ومرة أخرى الشكر موصول لمعالي رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الزميل الأخ العزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس ولإخوانه العاملين في هذه الرئاسة المباركة ولكم أنتم أيها الإخوة والأخوات للجميع الدعاء والشكر والثناء والله يتولانا جميعا بفضله ورحمته وإحسانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله شكرا شكرا شكرا